الرجاء الاشتراك في القناة لضمان الاستمرارية في تسجيل الكتب والمساعدة في استمرار سعادتكم بلال الأول صاحب الجرح في رأسه أنا فين؟ الثاني النهض فزعاً وهو ينظر إلى الأول ويرى قطرة الدماء المتساقطة منه يضع يده على رأسه ظناً منه أنه يمتلك نفس الجرح في رأسه ولكنه لم يكن موجوداً نظر للمكان وتأكد من وجوده داخل الغرفة صاحبة طلاء نحاسي اندفع ناحية الباب وبدأ الطرق عليها بقوة مشاناً والله منى نظر الأول صاحب الجرح للآخر وقال وفيئي؟ انت مين؟ صرخ الثاني الذي يطرق على الباب في الأول وقال وديني ما هتخرج من هنا حتى لو خلتم يحرأون سوا ثم بلعرقه في ذعر وأخذ يطرق على الباب مجدداً مناجياً لعمر أن يخرجه من الداخل ولا يحرقه من الخارج عمر يدفن رأسه داخل ذراعيها وهو يحاول إيجاد ثغرة لكشف ما يحدث ولكشف خطة جسام لابد من إيجاد حل وقف نور الدين ينظر لصقف الشقة قليلاً ثم نظر لعمر وقال أكيد جسام خل بلال الحقيقي يفقد ذاكرته وتشكل فيه علشان يخليك تغلط وتحرأ الحقيقي وتحرره هو استمع عمر لكلام نور الدين يفكر فيه وقال ولما يكونش جسام عارف أننا هنفكر كده وقرر يعمل علينا أن نفقد الذاكرة وضع نور الدين يده أسفل ذقله يداعبها وقال خلاص إحنا نحرأ نحرأ لفقد الذاكرة تعجب قليلاً من دموية نور الدين التي تجعله يريد حرق أحدهم دون حتى التأكد من الأمر ولو اطلع تخمينك الأولان صح يبقى تلنا بلاء اندفع نور الدين وقال بلال كده كده ميت ميت أصدق إيه؟ إحنا نحرأ لتنين بتقول إيه؟ نحرأ لتنين العشرات من الكتل البشرية داخل جلبي بهم المتعرقة والعمم البيضاء ونظرات الصخط الممتزج بالخوف تملأ وجوههم أكثر من نصفهم يحملون شعلات النار وعدد كبير من الشباب يحملون زجاجات الملتوف الخضراء المتدلي من فوهاتها قماشة طويلة تقودهم صار بعباءتها السوداء وشعرها الخشن المتجعد وفي يدها شعلة النار ولا يفصلهم عن البيت الملعون سوى بضعة أمطار بلال جسام ما ما بيحطك قدام اختيار تأكد إن الاتنين في صلحه نحرأ لاتنين أنت تجننت اسمعني بلال كده كده ميت ماينفعش نسيب جسام يهرب أنت تجننت يا نور تجننت ده كان بيكفح علشان ينقذك وانت ما تبقاش مجنون بلال أنا ولا همه في حاجة بلال كل هدفه يحرأ جسام يحرأ اللي كسره أنت ازاي؟ مادلين كنت خركتها سيحاول دائما التلاعب بمصاري الأحداث حتى يقلبها لصالحه نور ممكن تقولي أول مرة شفنا فيها بعض كانت إمتى؟ إيه؟ تذكر دائما أن اللعبة أكبر من مقدار تخيلك ولا تجعل نظرتك محدودة وفكر خارج صندوق عقلك المغلق بقولك إمتى شفنا بعض أول مرة عندما تأتي لك الفرصة لابد أن تتخذ القرار وعلم أنك دائما لا تملك سوى فرصة واحدة أخرج عمر القلم الذي سبق وبلال غمسه في السائل الزئبقي من جيبه بيده اليسرى ومد يمناه ويقول تقريبا عندك حق لتنين كده كده ميتين ابتسم نور ومد يمناه والتحامة الأيدي وابتسامته تتسع أكثر ثم تتحول إلى غضب شديد وحضقته تنظران للقلم الذي وضعه عمر بيده اليسرى على يد نور الآن أنا فهمت جسام عندما صرخ أراد أن يسقط الجميع في حالة إغماء وقام بخدعة سحرية جعل النور الدين الحقيقي لنسخة تشبه بلال أو صحر عيوننا لكي نراه بهذه الصورة ثم أفقده ذاكرته وهنا وضعني للاختيار بين بلال الحقيقي ونور بهيئة بلال أنت المقصود جسام عندما قال لي أنت المقصود لم يكن يهدي كما اعتقدت أول مرة جسام لم يفكر مطلقا في تفكير نور كما فعل مع بلال بل فكر في قتل نور على يدي جسام كان يتلاعب بي أنا منذ أول لحظة كان يريدني قاتلا لسبب ما أنا لا أعلمه حتى الآن ولذلك اتخذ لنفسه هيئة نور الدين حتى يحثني لقتل نور أو لاثنين إذا لازم الأمر جسام كان يصر على قتل نور لكن لماذا؟ لماذا دائما يوجد حلقة مفقودة كلما حاولت فهم جزء أفتقد لآخر لا يهم لا يهم ما زالت نظرة الصخط المتألمة على وجه جسام المتجسد في نور وهنا نزع عمر القلم من على يده وبقوة شديدة صوابها تجاه قلبه سرخ جسام هذه المرة ولكن ليس بقوة المرة السابقة وانفجرت من يده نافورة دم أسود وسقط أرضا يتألم بالتأكيد السائل قليل جدا ولن يكفي لإغماء جسام سوى بدع دقائق إذا تم إسقاطه في الأصل ولكن أظن أن حالة التألم التي فيها تكفي لإتمام المرحلة الأخيرة لحرقه بسرعة فتح عمر الغرفة وأخرج بلال الحقيقي ونور الدين الذي ما زال محتفظا بصورة بلاله والآخر اهدى وخليك أنت أعد هنا زاكرتك وشكلك هيرجع أول ما هنحرق جسام ظهر على وجه بلال في أول الأمر بأنه لا يفهم ماذا يحدث ولكنه لم يهتم كثيرا عندما طلب منه عمر الإصراع في حمل جسام والإلقاء به داخل الغرفة قبل أن يزول مفعول السائل من جسده بسرعة حمل كل من بلال وعمر جسام وألقي به داخل الغرفة وقام بلال بفتح دلوين ضخم يحتوي على بنزين في أرجاء الغرفة وعمر توجه ناحية الصوانة البتغاز وفتحها أخرج بلال الولاعة من جيب عمر وأشعلها وألقابها في الأرض وسحب عمر من يده للخروج من الغرفة وأغلق الباب وأصوات جسام تتعال ثلاث مرات متتالية بصراخ شديد من الألم ملامح بلال بدأت تتلاشى من على وجه نور الدين وبدأ يعود تدريجيا للحالة السابقة ونظر لهم وقد عدت له الذاكرة ولكنها ما زالت في حالة من التشووش القليل هو هرب في البداية لم يجب عمر وهو ينظر لنور ثم فكر في الكلام قليلا نعم نعم نور لا يتذكر الذي حدث نور لا يتذكر سوى أن جسام صرخ وأن الجميع سقط لا 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 إحنا حرقناه اللعنة انتهت إحنا نجحنا الشيطانة حرق تقدم بلال خطوتيني ووقف أمام باب الغرفة المشتعلة بالضبط وقال في الدور الرابع هتلاقي نظرتي السودة اللي كنت بحضر بها التحقيقات مترك فيها كارت ميموري وصلوا على أي لابتوب وهتلاقي تصوير لجريمة أتل الشريف كلها وجهان بعيدة جدا عن مكان الجريمة أنا وفيت وعدي لازم تخرجوا حالا تخرجوا؟ لماذا لا يقول نخرج؟ وانت أنا مهمتي خلصت لحد كده فهم عمر ما نوي عليه بلال فهم حالة التبلد التي أصابته خلال الساعات القليلة الفائتة بلال كان ينوي الانتحار منذ أول لحظة خرج من السجن شخصية بلال لا تقبل أن يتم إعدامه شخصية بلال الانتحار عنده أهون على كرامته من الإعدام أمسك عمر بلال من ذراعيه وهو يقول بلهفة لا لا مش هاسيبك تعمل كده يحاول بلال التخلص من يدي عمر وهو يقول أنا ما قدميش حالة تاني أنا كده كده ميت يتشبث عمر أكثر فأكثر ويقول أنا هسعدك أكيد هل لاي حل أنت برضو كليك دور كبير فأتله دفع بلال عمر بقوة في الحائط وأخذ يجري يفتح مقبض الغرفة وألقى بنفسه في الداخل وأغلق الباب بمجرد دخوله نهض عمر سريعا يجري خلفه أمسك مقبض الباب ليفتحه مجددا ليحاول إخراج بلال قبل أن يحترق ولكنه ابتعد عن المقبض بسرعة لسخونته الشديدة التي كادت أن تذيب يدا عمر كيف استطاع فتحه؟ استشعر عمر بيد نور الدين على حذائه ويقول بصوت متقطع سيبه هو اختر طريقه صوت يتعالى بداخله يقبره أن هناك شيئا خطأا حداثا الأمر لم ينتهي بعد هناك شيئا تذكر عمر الورقة التي منحها له بلال قبل مجيئهم إلى هنا فتحها بسرعة وهب ليقرأها أمرني جسام بالسجود والكفر أمرني بالتجرد من أي تعلق إلهي تبقى لي أمرني بالاختيار بين الإعدام أو جنته لا تلومني فأنت لا تعلم إذا كنت بمكان ماذا كنت ستختار أنا سجدت لجسام طلبت منه إنقاذي وحمايتي سخر مني لضعفي سخر الانكساري كرهت نفسي في هذه اللحظات وشعرت أنني تخليت عما تبقى بداخلي ولكنني ضعفت أنا أكثر إنسان أتمنى مقتل ذلك الشيطان ولكن كيف؟ لن أتحمل ثمن قيانته أنا لا أستطيع فعلها كما لا أعتقد أننا مقدر لنا في ديننا قتله فالله وضعه لاختبارنا ويؤسفني أنه نجح بمجرد أن رفعت رأسي من السجود قال لي جسام أن أكتب مذكراتي وأقول إنه تركني ورحل بعد أن رفعت السجود له حتى أجعل نور بمساعدتك يفكر في خطة لتخلص منها وأكون أنا مرشدكم وأمركم بما يأمرني به طلب مني جسام أن أدل لكم على الساحرة ومن بعدها فكرة طلاء نحاسي جسام لم يكن في نيته تكفير نور الدين إنما كان يعده حتى يقتل على يدك لسبب أنا أجهله حتى الآن جسام يجمع رموزاً بشرية ويجهز جيشاً صغيراً لشيء أن لا أفهمه قال لي جسام ذات مرة أني رمز لحام البلاد صاحب الدماء الكافرة صدقني لا أفهم شيئاً ولكن أحاول أن أساعدك جسام لا يقبل إلا بالانتصار اهرب يا عمر أنت كنت هدف جسام من البداية وليس نور الدين أنت تمثل رمزاً داخل جيشه وليس نور نور دائماً كان اللعبة نور لم يكن سوى عسكري تضحية للجسام داخل رقعة شترانج ارتعش جسد عمر ودمعت عيناه وهو يقول بلال خاين صمت نور الدين ولم يتحدث مطلقاً وتظهر عليه ملامح عدم الفهم لجملة عمر السابقة نزع عمر جاكت بدلته واستخدمه ليقلل من سخونة مقبض الباب وفتح الغرفة كانت النيران توشك على الانخماد إلى بعض الأجزاء الصغيرة في أركان الغرفة لم يكن هناك أثر للجسام أو بلال كانت الغرفة خالية تماماً نهض نور الدين بتألم شديد وتحرك ببطء وهو يستند إلى الحائط حتى وصل إلى عمر وربت على كتفه وهو يشير بيده الأخرى إلى أحد حوائط الغرفة نظر عمر وعجزت صدمته عن الرد عندما وجد كتابة دموية كان يجب أن تقتل نور الدين حتى تنجو بنفسك وتعيش تحت ظلي ولكنك للأسف خسرت جسام أمر بلال أن يغوص داخل أفكار متتالية حتى يشتت تركيزه عن رحلتهم إلى العالم السفلية فترك بلال الحرية لعقله يتحرك كيف ما يشاء المشهد الأول وكان أول مشهد أخذه احتل عقله استكمال المواجهة بينه وبين جسام يوم تنفيذ حكم الإعدام هبط بلال برأسه إلى الأرض صوب جسام في ظل وانكسار شديد وسجد تجاه الشيطان وهو يقول أنقذني رفع رأسه ليجد جسام مندفع ناحيته بقوة وصدمه في الحائط بقوة وتحدث بسرعة مطلقة بثت في قلبي بلال رعبا على رعب انتظاره للإعدام هتقعد تكتب مذكراتك كلها حالا قدامك أقل من أربع ساعات تكتب كل حاجة حصلت من يوم ما قبلتك لحد ما تخلت عنك وبعدها تحاول توقف حكم إعدامك وتقنع عمر أنك لازم تنقذ نور الدين مني ويحاولوا يجهزوا خطة الأتلي ولو ما صدقش دي مش مشكلتي لو نجحت هاجيلك تاني وأقولك على الخطوة التانية اعتبر أني ده اغتبارك لو نجحت فيه صدقني أنا هخرجك من هنا عاوزنا أصدقك بعد كل اللي عملت فيه وإنت عندك حل تاني والرحلة استمرت من مشهد لآخر علشان عمر يكمل خطته لازم له حافز وإيه الحافز ده؟ لازم ننتشل من جو الشرطة لنقحمه لعالم السحر والجن وهنعمل كده إزاي؟ الراهبة مادلين لازم تقنعه يروح لمادلين ومين مادلين دي؟ المشهد الثالث نور الدين دلوقتي تقريبا شك فيه وبقى عنده ميول قوية قوي إنه يتحالف مع عمر علشان يخلصه مني وإزاي خلته يشك فيك؟ إنها لغة الجسد يا عزيزي لغة الجسد المشهد الرابع أول ما هدخل الشقة مع نور الدين تضرب فيه حقنة السائل اللي جابه عمر من عند مادلين أهو فعلا السائل ده بيأثر فيك؟ آه وليه بتخطر بحاجة تدرك؟ ما حب الأمور تبقى مسيرة مقنعة شيقة وبعدين تخلي عمر يجهز أوضة مطلية بمادة نحاسية علشان أفقد قدراتي ودأف لا وبعدين هننفذ آخر جزء في الخطة وإيه هو؟ اختيار الموت ومش خايف نفشل؟ أول درس ليك لازم تتأكد إنه دايماً في خطة بديلة ودايماً في جندي مجهول بس ممكن يخترني وساعتها هتقتل أنت في حمايتي ما تخفش؟ دلوقتي أنت عبدي وما فيش إله يضحي بعباده المشهد الأخير أنا الأوان أن تخرج من هنا إزاي؟ إزاي؟ إدي الورق لعمر وقوله يوصله لسعد الراوي إيش معنى؟ سزكتها تخليه يصدق هروبك أمل أنا هخرج إزاي؟ هنفذ لك الأمنية التسعة والورق هيختفي قبل ما يوصل لسعد البيت الملعون من جديد نورودين يجلس على الأرض مستنداً إلى الحائط العرق ملأ رأسه بغزارة شديدة شعور بالتنميل يسيطر على قدميها أفقده القدرة على النهوض نهائياً عينه توشك على الانغلاق وذكريات ما حدث تمر أمامه كشريط طويل فماذا كان سيحدث إذا لم يقرأ تعويذة تحضير جسام منذ أول لحظة؟ لكن أراح الجميع من مكر هذا الكائن ثم نظر إلى جرح ذراعيها وأعاد التفكير في مصيره إذا استطاع جسام بقدرته الخارقة وخطته الشيطانية في إتمام خطته وقتله على يد عمر ولكن هل سيستسلم؟ لا شك بأنه الآن مصدوم من عدم اكتمال هدفه لا شك أنه سيعود أقوى مما كان ثم رفع رأسه إلى أعلى وسقطت دمعتان متتاليتان وهو يناجي ربه في السر أن يحميه من هذا الشر المحدق الحدوث وأن يسامحه عن الانخراط فيه منذ اللحظة الأولى حالة هستيرية من الضحك المتقطع الممتزج بشعور من الألم الشديد القوي في جميع أنحاء جسد عمر وهو يسترجع قدرة بلال على خداعه منذ أول لحظة وتعاونه مجدداً مع الشيطان الذي جعله يعلن كفره وولاءه الدائم نكس رأسه إلى الأسفل وهو يعبر عن ندمه بداخله على السماح لنفسه بالتواغل في هذا الأمر منذ أول لحظة كان يجب أن يتم إعدام بلال كان لا يجب أن يستمع له ولكن لا يفيد الآن أما عودة جسام فلم تكن تجغل باله نهائياً ولكن لأول مرة ينصت عمر لهاتفه الذي يرن كثيراً إنه كريم الملازم كريم ألو عمر في حق غريب أوي الإسم للدهولي علشان أتحر عنه اسم إيه؟ مصطفى أحمد رمزي ماله أبو أحمد رمزي اتقتل في حدثة المقبرة بتاعت سنة ألفين فكرها آه بس مش دا المهم الغريب إنك قلت لي إن مصطفى كانت عرف على شريف وبلال سنة ألفين واربعة تقريباً لما عربيتهم كانت متعطلة وده مستحيل إزاي؟ مصطفى برا مصر من أكتر من عشر سنين ما جاش ولا مرة متأكد؟ أنا رجعت كل حاجة بنفسي مصطفى ما عطفش البلد من ساعة مهاجر أم المين؟ أغلق الهاتف ونظر لنور الدين وأطلق سؤالاً لم يجبه نور قط إزاي اتصحبت على مصطفى وهو أصلاً مهاجر من عشر سنين مصطفى عمره ما كان في مصر وقت الشطن دم زهر فزع نور الدين وعمر بمجرد أن شاهد زجاجة تدخل من نافذة الغرفة ثم اصطدمت بالحائط لتتهشم وينتشر ما بها من سائل على الأرض تدب به النيران أسرع عمر وسحبا يد نور الدين بسرعة يبعده عن مكانه عندما شاهد قدوم زجاجة مولوتوب أخرى قادمة ما الذي يحدث؟ النيران تشتعل في كل مكان بالبيت اختلص عمر نظرة سريعة إلى الشارع ليجد ما لم يكن يتوقعه أبداً أهل القرية يحيطون بالبيت بأكمله يحملون النيران عازمين على حرق البيت بمن فيه من بشر أو كائنات أخرى تتقدمهم فتاة ترتدي السواد شعرها بشع المنظر أسفل عينيها شديد السواد لم يتعرف عليها عمر ولكن رمقها نور الدين وقال صار بتنتئم قال عمر بلهجة شديدة السرعة صار مين؟ لم يكن هناك وقت وفير ليرد نور الدين ولكن صار قمت بالتكلم من أسفل البيت أهم ولاد إبليس أنا قلت لكم لازم نحرق البيت ده باللي فيه دول أعداء الله وأعدائنا دول ولاد الشيطان صاح الجميع وبدأوا بالعدو تجاه باب البيت يتصابقون على الصعود والباقي يلقون بقطع الأخشاب المشتعلة بالنيران على نوافذ البيت الدخان يتصاعد ليشق السماء في منتصف ليلها المحاق هي الليلة التي يكون القمر بها في طور المحاق أي لا يظهر إن شق الباب إلى نصفين إن عدمت الرؤية لدى الجميع لما سببته النيران من دخان في الشقة أخذوا يبحثون عن عمر ونور الدين ثم قاموا بتقييدهم بالحبال وشرع الباقي بالبحث عن الباقين ولكن لا أحد متواجد يسحبونهم في الشارع دون رحمة نور الدين يتوسل أنه لم يبع روحه للشيطان قط بل كان يحاول الخلاص منها ولكن دون جدوى العشرات يتحركون تحت قيادة سارة الملاك البريء الذي تحول إلى شيطان يسفك الأرواح دون رحمة تتعجب في الحكم عن موقفها لا تعلم هل لديك الحق في لومها أم يجب أن تعطيها الحق فكم من ظلم شهادته على مر السنوات القليلة التي عاشتها توقفت سارة وسط شارع شديد للتساع ووقفت وسط عمودين من الخشب وقالت يلا انخلص الدنيا من أمثلهم يلا نحرأهم زي ما حرأوا أولوبنا على محمود والشيخ حسن عمر ونور جاهلان لما يحدث ولكنهما متأكدان أن ما سيحدث لهم أمر في منتهى البشعة لم يكونوا يعلمون حينها أن صارة ستشرع في حرقهم أحياء وتتلذذوا في سماع صراخهم الذي صار محببا إلى قلبها رجال القرية يربطون عمر ونور في الأعمدة ثم جاء أحدهم بدلو ممتلئ بجهز ألقى به على الاثنين ثم ألقى بالباقي على الأرض المحيطة بهما تقدمت سارة من نور الدين ثم ابتسمت ابتسامة شديدة السخرية ممتزجة بالحدة والغلظة بثت الرعب في قلب نور الدين وهمست في أذنه دون أن يلاحظ أهل القرية اعلن النكافر وعبد الشيطان قدم أهل القرية وانها هربك من هنا نظر لها نور الدين ثم بثق من فمه عليها ضحكت وقالت بصوت مرتفع سمعه الجميع كنت عارفة تراجع الجميع بعد أن صح أحدهم وقال من حق سارة إنها تنول الشرف ده أخذت سارة شعلة من النار وتقدمت خطوتين وهبطت على ركبة إحدى قدميها وقالت بداخلها دتمن الظلم ثم رفعت عينيها ونظرت نظرة شديدة الحدة إلى نور الدين وقالت بصوت مرتفع وهي تشعل النار في الأرض المحيطة بهم إلا عن انتهت النار اشتعلت في الأرض وبدأت تتحرك ببطء ناحية نور الدين وعمر وكلاهما يصرخ وينتظر الموت ما أبشعها نهاية نور الدين يترجى أهل القرية أن يوقف هذا الإعدام القاسي يتلوى مثل الثعبان يحاول الخلاص ثم رفع رأسه دون قصد وقع على مشهد لم يكن يتصور أن يحدث نعم إنها نفس عيونه حقا إنه ملثم ولكنه بالتأكيد هو لماذا عاد؟ هذا الرجل الأغرب على الإطلاق حاول قتله إحدى المرات وأنقذه مرة أخرى واليوم لقاء جديد ما الذي سيحدث؟ ابن بوران تدريجيا ينزل ما يغطي وجهه أخيرا قرر أن يظهر ملامحه مستحيل إنه مصطفى كيف؟ سلام يا مصطفى دلوقتي اطلع بالفجبك يا رحمك حاسب إيه الكتاب ده يا مصطفى؟ مصطفى؟ بفك تلاصم أمه بقالي خامس سنين بلال؟ بس ده شكله قديم قوي مصطفى؟ جدا 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 شريف؟ وفكت تلاصمه بقى وفهمت بيتكلم عن إيه؟ مصطفى؟ يعني جبت ترجمة مبدئية لشوية حاجات فيه أو بمعنى إلى حد ما توصلت لطريقة لتحضير خادم من الجن أنا طلع مشوار لحد المنوفية وجاي خير لا موضوع بسيط ويتحل كله من كتابك الزفت إيه؟ لا ما تشغلش بالك كيف لم أنتبه أن كل ظهور لابن بوران في حياتي كان مقترنا باتصال مع مصطفى ومع المعلومات الأكيدة عن عدم تواجد مصطفى بمصر قرابة عشرة أعوام فهذا يعني أن ابن بوران هو من أراد التعرف علينا في الصحراء متعمداً وضع الكتاب أمامنا حتى يقحمنا في لعنته ابن بوران كون لنفسه شخصية تسمى مصطفى أحمد رمزي مستغلاً وجود مصطفى الأصلي خارج البلاد وجهلنا عن هيئته تماماً ولكن لماذا هو بالأخص؟ ابن بوران كان معنى طوال الوقت لم يفارقنا إلا قليلاً انتقل إلى الصفحة السابقة في المحرك وأعاد كتابة الحارس التاسع لبلاد فارس ثم ضغط على محرك البحث ولم يظهر له سوى موضوع قديم غير موثق لطالب بكلية الحقوق يدعى مصطفى أحمد يتحدث عن هذا الأمر من الفصل الثامن أثماء محاولة جمال جمع معلومات عن جسام ابن بوران واقف على سطح البيت المقابل للمشهد بجانبه شخص آخر قصير القامة بعض الشيء مرتدياً اللون الأسود يمسك ابن بوران والآخر كل منهما قوساً في يده يراقبان الأمر ثم عندما نظر ابن بوران إلى الآخر وحرك رأسه لأعلى ولأسفل سحب الآخر سهماً من مجموعة الأسهم التي يحملها وكذلك سحب ابن بوران سهماً أيضاً ثم شد خيط القوس ووجهه تجاه رأس نور الدين ثم تحرك بالقوس ووجهه إلى رأس عمر ثم إلى رأس سارة ثم وجهه سريعاً لبعض رجال أهل القرية ثم عدل من وجهته وانطلق السهم يشق طريقه في الهواء حتى وصل إلى تحركت كالمتخدر مبتعداً عن غرفة مكتبي وكأنني لا أريد أن أراه مجدداً هناك ولأول مرة منذ زمن طويل أستشعر أني ملك نفسي الآن لقد نفذت الأوامر التي تلقيتها من مكان لا أعلمه ومن شخص لا أفهمه ولكنني أكون تحت أوامر لا أفهم سببها اتجهت إلى غرفة نومي وألقيت بنفسي على السرير حتى أنال قصة من الراحة وأطرد أي أفكار بداخلي أريد الاسترخاء فقط لا غير في هذه الأثناء كانت أمي تخرج أكياس القمامة لتضعهم أمام باب شقةنا ولحظت تواجد مظروف مغلق مكتوب عليه اسمي أخذته وبتعجب شديد ألقت به على مكتبي حتى أقرأه عند استيقاظي ولم تبالي كثيراً له اليوم التالي لحظت تواجده اندهشت لأنها أول مرة يتم إرسال لي جواب فتحته ولكن لم أفهمه قط حتى الآن أعلم أنك تحت سيطرة جسام وتكتب ما تؤمر به جسام رفض هزيمته وأنت رفضت انتصاره لذلك النهاية كانت أقرب إلى التعادل إذا تجاهلنا النهاية المفتوحة ولكنه انتصر عليك وصنع منصار شيطان تقتل وتسفك ولن تستطيع إنقاذها كما طلبت منك وأيضاً تحكم بك وجعلك ضعيفاً أمامه وغير قادر على هزيمته هل مقدر لنا حقاً أن نقتل الشيطان؟ كيف سيكون الحال إذا قتلنا الشيطان؟ كيف سيكون العالم؟ لعنة جسام داخل عملك الأدبي يقتصر في رغبة جسام لتحرير الدجال ولكن لعنة جسام معك نوع من التحدي الذي انتصر هو به ومكنك من تحويل الملاك البريء لشيطان وترسيخ مبدأ البقاء للأقوى طوال الرواية وسينتاب القارئ نوعاً من التعاطف مع بلال المجرم وستسيطر عليه في النهاية حالة كره شديدة للملاك البريء سارة كما لا تنسى تمجيد الكراء للمسيح الدجال دون قصدهم في أول صفحات الكتاب وكان هذا ضمن طقوس تحريره الشيطان انتصر عليك أيها الكاتب وأنت هزمت أنا مستقل الدراجات البخارية البهلوانية كما لقبتني أنا الساحر الجندي المجهول داخل الرواية الحاضر الغائب داخل كل تفاصيلك أهدم أغلقت الورق عندما رأيت سارة المرة الأولى في المنام كنت أعلم أنها حقيقية داخلي ولكني حاولت تكذيب نفسي بإقناعها أنه مجرد حلم ولكن كيف سأفسر هذه الرسالة؟ كيف لشخصية داخل رواية تتحدث معي وترسل لي خطابات؟ نعم أنا أستشعر أني تحت سيطرة شيء خفي ولكن لم يخطر في بالي أن جسام هو المسيطر ولكن جسام أنا من صنعته فهو في النهاية مجرد خرافة ابتدعتها كرمز لشر داخل الإنسان كيف تجرد من الرواية وصار حقيقة ملموسة لي أنا لا أفهم أي شيء هل لديك تفسير أيها القارئ؟ أعتقد أني قلت ما لدي أعلم أنك لا تفهم ولكنك ستعذرني لأنني أيضا لا أفهم ولكن لن أفعل هذا بك وأتركك في منتصف الطريق سأعود لك مرة أخرى نعم بالتأكيد سأعود لأنني أعلم في الأيام المقبلة سأقنع نفسي بالتوقف ثم فضولي سيجبرني عن البحث وفي النهاية سأصل لما أريد أولا فأنا أصبحت لا أثق في شيء سوى أن أبطل رواياتي صاروا حقيقة أو أنهم في الأصل حقيقة وأنا أنقلها من زمن آخر لا أعلم انتظرني سأعود وإذا لم أعود تأكد أني قتل شيء داخل أوهام فضولي وحينها لا يجب أن تبحث خلف هذه الأشياء وأحرق رواية وانسى ما قرأت لأنها بالتأكيد ستكون خطرا عليك إلى لقاء قريب إذا كان مقدرا كشي ملك الجزء الثالث والأخير السامري كان الملثم يجري في أرجاء قصر الفرعون وهو يتصارع لأخذ أنفاسه واحدا تلو الآخر انتصبت الأعمدة الشاهقة ذات الإطار المذهب من حوله وقد اشتدت حرارة الشمس على الأرض الأيام الماضية خصوصا بعد أن اشتاح الجراد أرض طيبة وفقدت خضرها وصر الجميع في كبد حزن لا ينتهي خصوصا بأوامر الفرعون التي لا تنتهي في المزيد من العمران والمعابد التي أمر مؤخرا بتشهيدها للآلهة ولم يقف جبروته إلى هذا الحد بل بالاستلاء على أموال الجميع لكهنة الآلهة لهزيمة الشر المتلاحق خلفهم الملثم يجري وبعض الومضات من عقله تداعبه يتذكر أحدهم يتكئ على العصاه والآخر يأمره اذبح نفسك أنت قربان يستعيد الملثم وعيه حين رأى في نهاية الرواق موراش بن بوران يقف صامتا ينظر له وهو يتجه مباشرة إلى الغرفة الملكية فقال متعجبا من عجلته المبالغ بها ما الأمر رع سيمون أجاب رع سيمون بصعوبة وبكلمات متقطعة موسى سيهرب بعد ساعات نظر موراش يمينا ويصارا حتى يتأكد أن أحد لا يتابع الحديث وجذب ذرع رع سيمون حتى يختلي به في إحدى الغرف ثم أمر جميع من بها بالرحيل حالا عنها وأن يحرسوا أن لا يقطع أحد حديثهم قط وتوجه إلى رع سيمون متسائلا إلى أين؟ أزال رع سيمون غطاء وجهه برز وجهه الذي أحرقته الشمس وعينه الزرقاء وبدى عليه صغر سنه الواضح حين كان لم يتخطى الثامنة عشرة بعد وهمس وهو مضعور قليلا شرقا بدت علامات الارتياب على ملامح موراش ابن بوران قليلا لكونه لا يفهم كيف سيحدث ذلك تبقى للمعلومات السابقة عن موسى وجماعته أنهم لا يمتلكون سفنا ولا يوجد في الشرق سوى البحر ولكن رع سيمون أجاب عن السؤال قبل أن يسأله موراش أحدهم يشيع هناك أن هارون قد أبلغه بأن موسى سيشق البحر بعد ساعات ليصير كبوابة ليعبروا خلالها للجانب الآخر اتسعت حدقة موراش وهو يستمع لتلك الكلمات وأخذ يردد كلمات رع سيمون كسؤال تأكيد أسيشق البحر؟ استمعت إلى رواية كيش مالك الجزء الثاني الفالوث للكاتب أحمد شوق مبارك